موسيقى السلام عليكم معكم غيتا الكزولي مشاركة من مشاركة اللي كانوا في مسلسل ياقوس وأنبر غشوفوني حصريا على شوف تيفي غيتا الكزولي ممثلة درست المسرح في مأهد طالبي دعني أستدبوش أي بصياد فاسية كفردس في كازا كان درشي حاجة اللي ما سبيسيال الكسر من اللي يديرون الناس كان بقى في الدار كان نحاول ندير شوية الوصفات كوزينا الوجاه الشعر أي حاجة والحاجة اللي كان سبيسيال في هذا الحجر الصحي وأنه بس قراءة القرآن الكريم والحمد لله قربت نختمه واللي كان واحد اللي احساس زوين بزاف وفخورة بعض النقطة بزاف وبتنشاركها مع الناس باش نشجعهم أنهم يبدوا في كتاب الله كنت كان بداه وكن نقطعه كنت كان بدا القراءة ديليو وكن مع مرها جاءتني الفرصة أنني نختمه الحمد لله ده بجاءتني مع رمضان بديتقبل رمضان ده ببقي لي واحد لتا الأجزاء إن شاء الله بإذن الله ونختمه ماذا ندرموها للحجر الصحي ونخرج لأنه متشوقها بزاف نشوف الأصداء ديال دكشي اللي اللي كنشوف وسائل تواصل الشمائي نشوف على الحقيقة إن شاء الله ونشوف الناس ونطلق بهم وسمع أرأهم لايف لأنه وخانكم كنسمع ذي زوديو كنشوف ذي زيماج وكنشوف ذي كومنتيغ ولكن مش بحال مجيب حاجة ملموسة نقيسها ونشوفها ايا خديت الباك ديالي عندي باك باسي ومن بعد درت عام فلافاك واحد شعبة اللي ما درت بيولوجيا الجيولوجيا اللي لقيتها شوي بايدالية من بعد دخلت لدراسة أولية قررت ماركوتينج ودرت سبيساليطة في ماركوتينج ديجيتال يعني تسواق الإلكتروني المشاركة ديالي في مسلسلية قوتو عنبر جاءت عن طريق اتصال من عند الصديقة والحبيبة ديالي فاطم الزهرى الريطب تيغى كتخيز كاستينج اي تاتلي قتلي واحد المشروع زوين كاين ديال المسلسلية قوتو عنبر سيفتاتليا لسيكنس اللي كتغان متل حفظتها ومشي دوس الكاسين قدم المخرج الكبير محمد نصرات والكوتش العربي اللي دوس الكاسين نكتب مع الكوتش هو اللي كان كلاب معي لطخ غول والحمد لله ربي جاء بتسير وشاركت في المسلسل مع يعني ما كنظنش انه كن حلم تغني حلم كتر منها كم فرقات زوينة بزاف لا تقام تقني لا تقام إنتاج لا تقام فني يعني قال أطقم كانوا متميزة والحمد لله كان عائلة وحدة وكنظن ان الناس لاحظوا القديم يتفرجوا في التلفازة انه كانت واحدة لسيناق جيزوي ندي زبيناتنا من بقى الترائف اللي تراو في تصوير هو واحد الهزة تقريبا اللي غيزو سوزيو تهزت بدك الهزة بدك در مقارنة بيننا ومبين المسلسلات التركية غليبوت نقول لهم وأنه ذك الهزة ما كانش بخيب ما كانش مكتوبة كانت عندي مكتوبة في السيناريو أنا غانش دفكر شان سوف تقتع الهزة ومن بعد سوف تبدأ رابي اسقلي كان وجه لي تحيي سوف تضعي فقصدري هو والمسائدة اللي كان اسميه فاطم من بعد من اللي أنا هبطت في حلقة تحت المخريج أجباته الماسترو كنقول لي الماسترو محمد نصرات أجباته خلاك مننا دونك رابي اسقلي تجرد من الشخصية لأنه مكاش كي يعني غالي ما كي حملش غيته في المسلسل ولكن تجرد من الشخصية ومسكين حاول أنه يهزني أنه بقيت فيه كنت مرمضة في الأرض وتضربت فرقبتي وتخشلي ميكروف داري لذلك بزمد الحواء يشتراو وهو مسكين حاول أنه يهزني وأنا لحتقلي كامل أنا الحمد لله مخفيفاش ولكن لحتقلي كامل أنا سخفانة بروراتكم ما بشي شغلي هو مسكين جاتو صعيبة لهزة لأنه لأنه ما كانتش مدربين شيء هبطت اللي تحت وما موقعات كل مغلقه لقد كانتت بالآخر وخزرقت وخشلي ميكروف فرقبتي وضعي لقد كانتوا ولكن الحمد لله لقد نصورنا حتى نهار في الكورونا سونا تلت شهور كانوا تتغناش ولكن مع حسن الحد لأن هذه السالات لم تظهر أول حالة في الكورونا تتخبق ميجوق الحمد لله لم تكن شيئا كورونا ويا رب نتلبي أن تخرج والناس الذين يصورون في كورونا لأنهم كانوا الكثير من الإجراءات كانوا الكثير من الإجراءات كانت أسعب كثير من ما نقبل من كورونا والصراحة لا نكذب عليك أنا لم تكن شخص الدور لا تكن مؤمنة بك لا تكن مصدقة لم تكن شريرة يقدرون الناس بيزاخ لأنه شخص يكون قدر لا يبدو أنه غالط ولكن حتى يرى أن شخص داره ذلك الساعة قدروا لا أرى ما تكندير أنا تريد طرالية كنت صور بتلقائية كنت صور بصدق مآمنة بالشخصية التي تعطيتني و كنت تفرج فيها بنت لي حاجة أخرى قلت ناري على شخصية يعني فيها تحرميات وفيها الكذوب ولكن لجينا نشوفوا تركيبة الشخصية أو الإستواخ لجينا نشوفوا التاريخ ديال الشخصية رهها ماشي شخصية شريرة مغلوبة على أمرها كان طعم كي لا تفرج الخطة عنبر والأسادة الغزالة والحج التاج والحاميد الزوغي وكانت تحيى كبيرة في ذلك وكانت تحيى من المتصر التي تريد أن تصل إلى أنبر بأي طريقة ويحصل إلى تدهارها ويتقرب من أنبار ويوصل إلى يأهكن كذب غير غالي ولكن ما شلتك الدرجة ومبقوا بحلك يوسوسوها في دماغها يعني شخصيتها ضائفة جداً من درجة أنها اللي تقليها دارت للأسف من اللي قلست حتى ماء المخرج والكوتش في الأول كتليهم قالوا لي وشعرف الدهور اللي غتلع بي كتليهم آه دهور شريرة وميقولوا لي لا هي مدتشي أعلقة بشريرة هي كتدافع للحب ديالها يعني كتوصل واحد لمسجل أنه مجتش بالشكل مجتش بالفلوس مجتش بالقراية مجتش بالتشي حاجة جت بالقلب وميريد يعني هذي كان هذي الحكمة من الدور ديال غيتالتاج هو من حسن حدنا هو أنه كانت لالكتورس قريباً قرينا السيناريو كامل وهذه القادية رأى قليل فينك تكون في شيء آمل فني زمن الناس اللي في الدومين غير يفهموا أنه قليل فين ممكن شيء آمل فني تقرأ له سيناريو دياله كامل مقالي كيب كاملة ممارك تقرأ بوحدك في الدار كان من حسن حدنا أننا قلسنا كيب كاملة كانت تكون مجموعة مع المخرج محمد نصرات ومع الكوتش العربي كنا كنقلسو وكمقونا نتناقشو حالك نديرو أمبراينستورمين كل شي كي يقول الفكرة دياله والأراء دياله نتناقشو ونحاولو نشوفو نسبة تقبل المشاهد من ذاك الفكرة اللي بغان نطرحو أو الفكرة اللي بغان نطرحو بقيته لوستاد النورس قلي وسامي أقريو وجود الحلو لأنه ملكة التاب أو لسيناريس ديال المسلسل حاولوا يتطرقوا المجموعة من المواضيع بما فيهم كيف قلتي العنف ضد النساء اللي كانت كانت آني من نونا بيلا من زوج جلها فوزي من كيد النساء اللي أنا كان عندي دور في كيد النساء بين غيطة وياقوت اللي ما بين أو تاني الخواتات كيف قلتي كانت الخيانة الزوجية كانت فرض أنه يخص يكون ذكر يعني ذاك الفكرة جني رجئية للأسف لأنه ولا بد يخص يكون ذكر في الأسرة مع العلم أنه هذاك شي قدر دي الله سبحانه وتعالى كانوا بزاف دي المواضيع اللي تطرقوا لهم واللي كي حاولوا يبينون جوانيب ديهم من بزاف دي الحوائج ولكن اللي كان زوين في هذه المسلسة هو أنه مبقاتش مشدودة لذاك الموضوع اللي تغيير البنت بالولد يعني اللي جي نشوفه كان بزاف دي المواضيع مفرعة أو خارجة من هذا الموضوع كيف ملاحته وهدي اللي كان زوين اللي لمسات بزاف دي الشرائح في المجتمع دينا اللي ما لمساتوش الخيانة لمسو العنف اللي ما لمسوش العنف لمسو تغيير الولد أو شي حاجة بحلاكة اللي ما لمسوش الفقر لمساتو أنه وخكين الفلوس هاو من المشاكل دي العائلة اللي عندهم اللي صوديزن أغنياء اني بزاف دي الحوائش مشاهد دي أطرات فيها غير المشهد دي الحلقة دي البارح اللي دي الطلاق دي الغيتا وغالي اللي كانت غيتا كدوية مع أباها ناصر دي اللي هو الفنان صدق مكوة لكنو جهلي صحية كبيرة بزاف لأنه واحد اللي غجي داسي بيني وبينو غريبة ومنحسن صدف أنه عنده بنتو سميتها غيتا يعني كانت وحد المصداقية كبيرة كان كيقول يا بنتي في البلاتو ذاك الهضرة اللي قالت غيتا في الأخير مكانش مكتوبة يعني اللي تلاشتي السيناريو ماشي نفسه اكزاكتمو ذاك الكلمات أنا حلق بإحساسي والحمد لله نص صدقوها قات فيهم وبقاف فيهم ذاك المشاكل اللي كانت كتأيش وخاية غلطات وش حمل حاجة ولكن كانت ضحية لوغن أقوله تهية ضحية بحل بزاف دي الضحية كان في المجتمع ديان الدور دي شهادة ميلاد اللي كانواجه بدا تهية المخرج ديالو حاميد زينيان اللي تقفية وقتني دور مونيا السكراتير اللي كيف لحتو داخل سقرازها تخانكي البروفيسيونيل ما عندها تشي علاقة بغيت التاج كانوا الفرق كبير بناتهم وحاولت لأبها تهية بمصداقيا حاولت لأبها بإخلاص مع العلم أنه كانوا جمعوني اللي توجمعوني اللي توجمعوني اللي توجمعوني اللي توجمعوني اللي توجمعوني ومامتن كنت كنت صهوني من هذا البلاطو مش البلاطو اللي حاجة صعيبة بزاف لف توقيت لف صحة لف المجهود لف شهم الحاجة ولكن الحمد للله تحت مخرجين زيني اللي قدروا يعرفوا يسيروا ويجاروا لبخصوناج اللي كانوا بجوش كانت عندي مشاهد أكتر مع الفنان ياسين أحجام اللي كنقول لها شكرا اللي اللي كان لقاء النصائح وقاء لنغجي لأتتيني وكذلك الفنان الكبير اللي كان حمق على شخصيا وكنستعليها فاطمة خير اللي كستسمائي وعطتني نصائح وعطتني بزاف ديال التوجيهات والإرشادات ديال هاد دومين قلت لي باش قدر يزيد القتام هاش نخص كدير وكذلك كانوا عندي مشاهد من الفنان فريد الرقراجي للا أبدو الوعدودي يعني كانوا عندي مع هاتلسة ديالشخصيات أكتر حاجة لأبت معاهم باقي الشخصية سيتطور مع تطول أحدث المسلسل ويا رب تهيت من الإعجاب المشاهدين المغاربة الكلمة اللي غدي نقول لهم هو رمضان مبارك إليكم باش مسمنيتوا إن شاء الله بسحة وسلامة ورزقوا أي حاجة زوينة وإن شاء الله بإذن الله هاتل الوباء يخرج ويمشي ونرجعوا لحياتنا الطبيعية ونشوفوا عائلاتنا ونشوف الناس اللي كي بغيوني على أرض الواقع بإذن الله واحد المسلسل بوت نقوله أنه اللي عنده شي حلم أو أمنية يخدم إليها ويحفر حتى يوصل لها لأنه تشي حاجة بيضة عند الله ندعي ولأنه بالدقاوات كيتحقوا المؤجزات ونهاركم مبروك إن شاء الله تشوفوا الفيديو وانتم داحكين وناشتين وفصحيحتكم